اشتركوا في القناة وكذلك المرتبطة بها في أي قانون آخر مثل العمل القسري وحجز الأجور والجرائم المؤثمة بمقتضى قوانين هيئة تنظيم سوق العمل وبموجب هذا القرار يبشر أعضاء هذه النيابة الإجراءات المبينة بقانون مكافحة الإتجار بالأشخاص المتعلقة بحقوق المجن عليه القانونية ورعايته وتوفير الحماية له كما أسند القرار إلى أعضاء النيابة زيارة مراكز الإيواء وأماكن سكن المجن عليهم وأعداد تقارير بما تسفر عنه تلك الزيارات وأعداد البحوث والدراسات وكذلك إعداد تقارير بما تكشف عنه التحقيقات من طرق مستحدثة في ارتكاب الجريمة وإبلاغ اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص لأخذها في الاعتبار عند وضع برامج المكافحة